دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الرابعة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثامن والثلاثون بسنده عن محمد ابن فضيل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة إنه حديث عن الملائكة عنواننا عالم ما وراء الأرض وعالم ما وراء الأرض عنوان للملائكة وللجن ولدواب السماوات لهذه الأمم الكثيرة التي تعيش في الخمس العوامر هذا التقسيم تقسيم معصومي نحن لا ندري بالضبط ما المراد من الوحدة الواحدة من هذه العوامر هل هي مجرة واحدة هل هي مجموعة من المجرات أم هناك تقسيم نحن لا نعرفه أصلا لا نستطيع أن نتصوره ولذا فإنها جهات كبيرة عظيمة في هذا الكون الخمس العوامر جهات عظيمة كبيرة لا نعرف مساحتها ولا ندري من أين تبدأ وأين تنتهي ولا نعرف أعداد الأمم والشعوب التي تخطن في هذه الجهات العوامر إذن عالم ما وراء الأرض الملائكة الجن والجن قطان في هذه العوامر ما تحدثت عن الجن لأنهم يعيشون في هذا الفضاء أما الملائكة فإنهم يعيشون ما بعد هذا الفضاء يعيشون في الملأ الأعلى ولذا اخترت هذه الرواية للإشارة إلى الملائكة وكيف يكون حالهم في الدولة المهدوية القائمية إمامنا الرضاها كذا يقول صلوات الله عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين هذا يعني أن المؤمنين يتواصلون معهم يلتقون بهم مثل ما مر علينا قبل قليل من أن صديق ذي القرنين كان ملكا من الملائكة إنه رفائيل إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم هذه عملية هذه عملية التواصل في بين عالم الغيب وعالم الشهاد هذا مصداق تقريبي القضية أوسع من هذا وأعظم من هذا وأكبر من هذا وإنما هذه صور مصغرة هذه نماذج بسيطة قطعا هذا الأمر لن يكون في أول يوم من أيام ظهور القائم وإنما سيكون تدريجيا لكنه سيكون سريعا جدا بعد استخرار الدولة القائمية الدولة القائمية تستقر في ظرف سنة أو دون ذلك في ظرف سنة تستقر الدولة القائمية وحينئذ يبدأ هذا التطور وهذا التقدم بنحو سريع وهائل جدا إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله إكراما له وإلا فإن المؤمنين يطيرون بإمكانهم أن يطيروا قطعا بحسب درجاتهم تستغربون هذا جعفر الطيار يطير في الجنان العباس وكذلك الحال مع أب الفضل العباس صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد جميعا فإذا أراد واحد حاجة واحد من المؤمنين أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده يرده الملك قطعا المراد أن الملك يحمله لكس على ظاره هناك وسائل نقل تقودها الملائكة ومن المؤمنين من يسير في السحاب في الوسائل النقلية الفضائية التي تذهب إلى أبعد نقاط الكون جميعهم لا يستطيعون لا بد أن يمتلكوا مؤهلات والمؤهلات التي أتحدث عنها مؤهلات معنوية قبل أن تكون مؤهلات جسدية المؤهلات الجسدية مطلوبة لكن المؤهلات المعنوية هي التي تطلب بالدرجة الأولى فإن المؤهلات الجسدية تأتي تباعا مع توفر المؤهلات المعنوية ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكة يطير مع الملائكة إما أنه يطير كالملائكة أو أنه يستعمل الوسائل النقلية الفضائية التي تستعملها الملائكة في زمن الدولة المهدوية القائمية أنا لا أحدثكم عن خيال هذه حقائق وهذه الكتب ألفت في زمان قديم لا يستطيع الناس أن يتصوروا هذه المضامين بنحو متماسك ألا تلاحظون أن النصوص متماسكة يشرح بعضها بعضا إنها تصدر من عين واحدة من مكان واحد وتصب في مجرى واحد لا يوجد تضارب بين هذه النصوص هذه النصوص تشكل مع بعضها لوحة متكاملة وهذا أدل دليل على صحتها ألا لعنة على علم القنادر على علم الرجال ألا لعنة على حوزة النجف التي عبر منهجها تضعف هذه الأحاديث وتستهزئ بها ليست أمامكم في مجالسهم في دروسهم في كتبهم هذا هو منهجهم النتائج النهائية لمنهج حوزة النجف أن ننكر هذه الأحاديث وأن نضعفها بينما الأحاديث تدل بنفسها على نفسها على أنها حقائق فإن الأحاديث جميعا تشكل بنيانا مرصوصا ترسم لنا لوحة متكاملة تلاحظون أني منذ بداية البرنامج وإلى الآن وأنا أجمع لكم أجزاء البانوراما وأنتم تلاحظون بأم أعينكم وبحكم عقولكم أن الأجزاء يشد بعضها بعضا وأن البانوراما تتكامل شيئا فشيئا لا يوجد خلل في كل النصوص التي أوردتها ووضعتها بين أيديكم مع أن أكثرها بحسب قذارة الطوسيين في النجف وكربلاء بحسب قذارتهم فإن أكثر النصوص التي أوردتها ضعيفة ضعيفة ولا يعتد بها ولا يعبأ بها إنها قذارة الطوسيين هذه الروايات أدل دليل على جهالتهم وسفاهتهم وضلالتهم وحقارتهم وقذارتهم لأنهم يدعون أنهم نواب صح بالزمان وهم يجهلون حقائق مشروع صاحب الزمان أي نواب هؤلاء هؤلاء نواب الشيطان إنهم يدركون البرنامج الشيطانية في تضليل الشيعة وتجهيلهم والضحك على ذقونهم يتقنون ذلك أشد الإتقان رجاء أتحف الشيعة بتقييم مراجعهم لهم أتحفوهم بالوثيقة الدخية لا أجيب الأسمان راحت قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل أطمئنم تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أخبرت خمسة تركبهم قلت لهم تركبهم والنص عبارة كنا على تقل وكلكم تعرفون لأنه ما لدي أجيب الأسمان قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة أستمر معكم فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومن المؤمنين من يسير في السحاب وبينت لكم معنى السحاب إنها الوسائل النقلية الفضائية ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة يسبق الملائكة إما بنفسه وإما بالوسائل والتقنيات التي تعطى له ومنهم من يسبق الملائكة ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه بسبب حكمته وعلمه وفقه هم الملائكة من عند أنفسهم يأتون إليه لا يذهبون إلى ملك من الملائكة المقربين وإنما يأتون إلى هذا العبد الصالح المؤمن ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم في رواياتنا وفي أحاديثنا هناك موقف الرمزي في أحاديث المعراج من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل في موضع من مواضع السماء تقدم يا جبرائيل قال لا أتقدم عليك يا رسول الله منذ أن سجدنا لآدم فإننا ما تقدمنا على أبناء آدم منذ أن سجدنا لآدم وهذا هو التسليم الملائكة سجدوا لآدم سجدوا لنور محمد وآل محمد الذي أشرق في آدم فجبرائيل هنا يقول لرسول الله منذ أن سجدنا لنور من نوركم ما تقدمنا على أبناء آدم فكيف أتقدم عليك يا رسول الله وأنت أصل الأصل وأنت كل الكل وأنت حق الحق وأنت مجمع المجامع وأنت سر الأسرار وأنت نور الأنوار وهذه المضامين لا قيمة لها إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة عن محمد الأعظم صلى الله عليه وآله والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة ومنهم ومنهم من يصيره القائم قاضياً بين مئة ألف من الملائكة هذا القاضي منصوب من قبل القائم في السماء في السماء هذا القاضي منصوب من قبل القائم فإن دولة القائم يتواصل فيها الملأ الأعلى مع الملأ الأسفل تتواصل فيها السماوات مع الأراضيين تتواصل فيها المجرات الفضائية الهائلة التي هي زينة السماء الدنيا يتواصل الإنسان مع الملائكة ومع الجن ومع دواب السماوات وما مر علينا من الروايات والأحاديث والآيات إلا صورة مجزة تخبرنا عن هذه الحقيقة عن حقيقة أن الدولة المهدوية ستمتد إلى عالم ما وراء الأرض إنه العالم الوسيع الفسيح نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا بعد كل البيانات التي تقدمت في الحلقات الماضية وأنا أحدثكم في المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم فمن جهة وجود استعداد عند الناس بسبب التجارب التي مرت بها البشرية وحدثتكم عن هذه الجهة التجارب البشرية طويلة وقد عانت البشرية ما عانت عبر تلك التجارب المتنوعة والمختلفة والطويلة والشاقة وصلت وصلت نتيجة من اليأس ومن عدم الأمل فكل التجارب ستجعل من البشرية مستعدة لأن تتواصل مع التجربة الجديدة المختلفة فهناك استعداد في المجتمع البشري هذا من جهة ومن جهة سيعطل البرنامج الإبليسي إلى أقصى حد ومر الكلام في هذا قطعا سيوفر هذا فرصة مناسبة للمجتمع البشري أن يتحلل من الأغلال التي كان البرنامج الإبليسي قد قيده بها هذا لا يعني أن المجتمع البشرية سيتحول إلى مجتمع معصوم لكنه سيتخلص من ضرر كبير وكبير وكبير جدا وهناك الكثير من الأغلال والسلاسل والقيود ستتقطع وتتلاشى ومع كل هذا فهناك البرنامج الواسع المستوعب الشامل بكل مفرداته وقد أشارت الروايات والأحاديث إلى تلك المفردات أمر جديد كتاب جديد جديد قضاء جديد سنة جديدة مثال مستأنف القرآن كما أنزل لا كما عفثت به سقيفة بني ساعد مشروع متكامل نظريا وعمليا يبدأ التدريب عليه كأني بأبناء العجم كأني بالشيعة قد ضربوا فساطيطه في مسجدكم هذا يعلمون الناس المثال المستأنف يعلمون الناس القرآن كما أنزل فهناك برنامج مستوعب لكل شؤون الحياة في كل أبعادها الدينية والدنيوية ما يرتبط منها بعوالم الشهادة وما يرتبط منها بعوالم الغيب ما يرتبط منها بكورتنا الأرضية الصغيرة وما يرتبط منها بتلك الخمس العوامر الكبيرة التي حدثتنا الروايات عنها في مجرات هذا الكون في مشرقه ومغربه وهناك برنامج لإصلاح المجتمع البشري يتحرك بقوة وشدة وإتقان في تجفيف منابع المعصية والجريمة وحدثتكم عن جملة من هذه المنابع الخوف الفقر المشكلة الجنسية الجهل الجهل الصحة إنها الأمراض الجسدية والعاهات المستديمة وكذلك الأمراض النفسية والروحية الإمام الإمام سيقدم للناس فسحة غيبية كي يستشعر حلاوة الإيمان كي يستطعم لذة المناجات وكل هذا تقدم في الحلقات الماضية إنما أذكركم كي أصل معكم إلى نتيجة واضحة سيكون حديثي عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ومع كل ذلك فهناك التغيير الأكبر والتغيير الأخطر الذي سيمثل الأرضية الأساسية لكل ما تقدم من كلام ولكل ما سيأتي إنه التغيير الهائل في المنظومة الزمنية في أنظمة الزمان ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوص هذا العنوان لأنني إذا ما دخلت فيه سأسهب في الحديث وأنا لا أمتلك وقتا كافيا ثم هذا التواصل مع عالم ما وراء الأرض مع عوالم الغيب مع الملأ الأعلى مع الملائكة مع دواب السماوات مع عالم الجن مع هذه الحضارات الممتدة الهائلة جدا هذه الحضارات قديمة ولذا استطاع ذو القرنين أن يتواصل معها هذه الحضارات قديمة 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 وأقدم من حضارة الأرض بكثير بكثير جدا حضارتنا في الأرض حضارة جديدة نحن أبناء آدم جديدون في هذه الأرض لقد سبقتنا مخلوقات وأجيال كثيرة عاشت على الأرض نحن جئنا في آخر السلسلة لأن السلسلة هذه هي سلسلة دولة الحق في آخرها صحيح نحن الآن في دولة الباطل لكن في نهاية هذه السلسلة التي عبر عنها في الأحاديث بقبة آدم نحن في قبة آدم في آخر السلسلة التي ستنتهي بيوم الظهور بدولة الحق هذا التواصل مع عوالم الغيب مع كل تلك الحضارات في الخمس العوامر من جهات الكون في مشرقه ومغربه كل هذا سيغير نظرة الإنسان لنفسه ولعقيدته ولإمام زمانه وللأرض وما عليها وللكون ولعقيدة التوحيد ولكل شيء حوله فإن فهم الإنسان سيتغير بالكامل إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما سيكون هناك من رقي في العقل وفي الأخلاق والعلم وكل ذلك يأتي ضمن تغير منظومة الزمان ومع التواصل مع كل هذه العوالم إنها حياة لا تشبه حياتنا إنها عقول لا تشبه عقولنا اليوم كل شيء سيتغير كل شيء سيتبدل ولابد أن نتذكر من أن الذوات النجسة النجسة قد قضي عليها ومن أن الأفكار النجسة قد قضي عليها عبر حرب لن تستمر إلا لعدة أشهر دون السنة وعبر المحاكمة المهدوية العالمية التي تكون محاكمة للأديان وتكون محاكمة للتأريخ وما جرى فيه وتكون محاكمة للنظريات والفلسفات والأفكار وما أنتجه الإنسان من فلسفة أو أدب أو فن أو علم ستنتهي حروب الأرض وتنتهي الخلافات بين الناس إن الحياة ستتغير بالكامل حتى طبائع الحيوانات ستتغير نحن مقبلون على عالم جديد إنه اليوم الأول من أيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى أعتقد أنكم بدأتم تشخصون مدى سخافة ما تقوله السقيفة بني ساعدة في أن المهدية سيحكم بإقامة الحدود مثل ما فعل الداعش وفعل الطالبان وإنها فترة زمانية محدودة وبعد ذلك ينتهي كل شيء وتأتي القيامة الكبرى سخافة لا أستطيع أن أصف مدى مدى قبحها ومدى تفاهتها نحن مقبلون على تغيير عظيم إنها مرحلة الظهور في صورتها الفائقة وهذا هو الذي أريد أن أحدثكم عن في الحلقات القادمة الصورة الفائقة لمرحلة الظهور الروايات حدثتنا عنها كثيرا وعندنا الكثير من الروايات الضعيفة السندي بحسب قذارة هؤلاء الثولان من آيات الشيطان العظمى عندنا الكثير من الأحاديث والروايات الضعيفة السندي بحسب علم القنادر علم الرجال إنها أحاديث العترة الطاهرة التي رسمت لنا الصورة الكاملة للمرحلة الفائقة من عصر الظهور إذن حديثنا سيكون في الحلقة القادمة والتي بعدها عن مرحلة الظهور في صورتها الفائقة الصورة الفائقة لمرحلة الظهور لا بد أن تجتمل على العناوين التالية لأن صورة لا تكون فائقة من دون هذه العناوين القيادة الفائقة كيف تكون مرحلة الظهور فائقة من دون قيادة فائقة القيادة الفائقة وحينما نتحدث عن القيادة الفائقة بالدرجة الأولى نتحدث عن إمام زماننا إنها ولايته التكوينية وولايته التشريعية هؤلاء الثولان في النجر من آيات الشيطان العظمى ينكرون الولاية التشريعية للإمام فما بالكم فما بالكم حينما يكون الحديث عن الولاية التكوينية لأن الولاية التشريعية تأتي في حاشية الولاية التكوينية ألا لعنة على دينه ومذهبه ومنهجه وقذابه خارتهم وسفاهتهم إذن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور تجتمل على العناوين التالية العنوان الأول القيادة الفائقة القيادة الفائقة بالدرجة الأولى يكون الحديث عن إمام زماننا بالتبعي يكون الكلام عن القادة الذين ينصبهم إمام زماننا سينصب قادة حقيقيين لا كما يضحك عليكم هؤلاء الأوباش في النجف ويقولون من أن المراجع ينصبهم صاحب الزمان كذابون وحق شرف الزهراء هم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان مجموعة من الجهال والسفهاء والتافهين لا يحسنون قراءة صلاتهم وقد أخرجنا الفيديوات التي يقرؤون فيها قراءة ليست سليمة وهم يقرؤون صلاتهم هؤلاء هم الذين ينصبهم صاحب الزمان كذابون هؤلاء كذابون مدلسون ملبسون لصوص سراق يضحكون على الشيعة سرقوا أديانهم قبل أن يسرقوا جيوبهم وسرقوا عقولهم قبل أن يسرقوا دنانيرهم مشكلة كبيرة هؤلاء ألا لعنة الله على حوزتهم وعلى مذهبهم الطوسية الخذر إذن العنوان الأول القيادة الفائقة العنوان الثاني البرنامج الفائق إنه المثال المستأنث إنه الكتاب الجديد العناوين التي مرت علينا البرنامج الفائق هناك قيادة فائقة وهناك برنامج فائق العنوان الثالث الطبيعة الفائقة هذه الطبيعة التي نعيش عليها ونعيش فيها ستتغير إلى طبيعة فائقة في طقسها ومناخها ومائها وهوائها وحرارتها وضغطها ورطوبتها وحلاوتها وملوحتها وفي كل شيء فيها لأن المنظومة الزمانية ستتغير ولأن الحق هو الذي سيضرب أطنابه على هذه الطبيعة ستتحول إلى طبيعة فائقة نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة من أن إقامة حد المراد من الحد ما هو حكم شرعي من أن إقامة حد من إمام عادل خير للأرض من مطر أربعين صباحا فما بالكم وحقيقة العدل بقضها وقضيضها بكلها وكليتها تكون بين أظهرنا إنها الطبيعة الفائقة ولقد حدثتنا الأحاديث الضعيفة السند بحسب ثولان النجف وكربلاء عن هذه الطبيعة الفائقة التي سأقرأها عليكم برغم آنافهم ومعاطسهم القذرة أتحدث عن آيات الشيطان العظمى إذن هناك القيادة الفائقة وهناك البرنامج الفائق وهناك الطبيعة الفائقة وهناك الرجال والنساء الفائقون رجال فائقون ونساء فائقات هؤلاء هم الذين يعيشون في هذه الطبيعة وهؤلاء هم الذين سيقودون هذه الطبيعة وسيقودون هذه الدولة العظيمة الرجال الفائقون والنساء الفائقات وهناك التقنيات الفائقة هذه التقنيات التي يعتمد عليها هؤلاء الفائقون تقنيات الحياة المتطورة دقق النظر معي قيادة فائقة برنامج فائق طبيعة فائقة رجال ونساء فائقون تقنيات فائقة وماذا بعد بعد التقنيات الفائقة تأتينا الحياة الفائقة ومراد من الحياة الفائقة إنها أساليب الحياة شؤون الحياة ما يعبر عنه الآن في زماننا بالستايل استايل الحياة أساليب الحياة أساليب العيش في سفر الإنسان وحضره في ملبسه ومأكله ومشربه في عبادته وفي ساعات أنسه وراحته الشخصية أساليب الحياة ستكون الحياة فائقة الحياة الفائقة وبعد ذلك يأتينا عنوان مهم منظومة العلاقات الفائقة منظومة العلاقات الفائقة إنها علاقتنا بالزهراء الكبرى فهي أم الجميع لها مقام الأمومة والقيمومة على الدولة المهدوية القائمية علاقتنا بالزهراء علاقتنا بإمام زماننا علاقتنا بالمؤمنين بأولياء أهل البيت بشيعة أهل البيت علاقتنا بالملائكة حين أقول علاقتنا بالمؤمنين بالمؤمنين من الإنس أو من الجن أو من سائر دواب السماء فهؤلاء كلهم يقعون تحت هذا العنوان تحت عنوان أولياء أهل البيت علاقتنا بالملائكة علاقتنا بسائر الأشياء بالحيوانات والنباتات والجمادات بكل شيء من حولنا ستتحقق منظومة من العلاقات الفائقة هذا هو الذي قصدته بأن مرحلة الظهور بعد كل البيانات المتقدمة ستظهر في صورتها الفائقة بقيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقيين وتقنيات فائقة وحياة فائقة ومنظومة ومنظومة شكرا